أنا سيد فايز عباس مختص بالشأن الإسرائيلي على ما يبدو أستاذ فايز أولا أهلا بك على ما يبدو هي نهاية نتنياهو تقترب نهاية نتنياهو وقد تكون في هذا الأسبوع في الأسبوع القريب نعم هذا صحيح يعني وهذا سيفرح عدد كبير من الإسرائيليين خاصة من السياسيين حتى من داخل الليكود لكن لم يجرؤ أحد في الليكود على أن يخرج بشكل واضح ضد نتنياهو إسرائيل كاتس وزير المالية والرجل القوي في حزب الليكود طالب نتنياهو أن يتنحى لتشكيل حكومة طبعا مع شخص آخر لكن طبعا نتنياهو رفض ذلك أنا أؤكد أن إذا ما تشكلت هذه الحكومة ونتنياهو سيحاول جاهدا منذ هذه اللحظة حتى قبل بدقائق من تثبيت هذه الحكومة في الكنيسة أن يحاول أن يخرب وأن يفتت حزب يمينة من الداخل لكن على ما يبدو أنه فشل حتى الآن في ذلك لكن نتنياهو لا ييأس لكن كنا نعلم أن نتنياهو هو الساحر ويستطيع أن يخرج من أي مشكلة سياسية داخلية في إسرائيل لكن على ما يبدو فأن طبعا الساحر انقلب على الساحر وهو ليس بالساحر نتنياهو كما يقولون لكن نتنياهو هو امتاز بالكذب والنفاق وعدم تنفيذ أي وعد من وعوده للآخرين وجاء الوقت أن ينتقم منه كل من لبيرمان ساعر وبينيت نتنياهو أهانا جيدون ساعر بشكل غير مسبوك في تاريخ السياسة الإسرائيلية وهانا أيضا بنت عندما كان وزيرا ولم يشركه في أي قرارات سياسية ولبيرمان معروف بعدائه لنتنياهو بسبب مواقفه واهتمامه بالأعزاب الدينية الحردين لذلك أنا أرى باعتقادي أنه لا يمكن أن ينجح نتنياهو في اختراق أحد هذه الأعزاب ولكن أنا على قناعة أن نهاية نتنياهو السياسية قد اقتربت واختربت كثيرا خاصة وأن كتلة التغيير تريد إقرار قريبا إقرار قانون يمنع شخص متهم بالفساد من أن ينافس على رئاسة الحكومة هل ترى أن هذه الحكومة هي حكومة فقط تغيير قوانين؟ هي حكومة مؤقتة لتغير قوانين؟ يعني زوال نتنياهو لا يعني زوال اليمين في إسرائيل؟ لا لا يعني نحن نتحدث عن أعزاب يمينية فاشية نفتالي بنت وقد عنصار وليبرمان هم ليسوا لا مركز ولا يسار هم من اليمين الإسرائيلي حتى الاستيطاني الفاشي لكن حدث أمر ما هو أنهم يريدون التخلص من نتنياهو وعلى الأغلب ليس بسبب مواقف نتنياهو السياسية وإنما الشخصية الكراهية بنتنياهو لأن نتنياهو عرف في السابق كيف يحجم هؤلاء ويحولهم فعلا إلى أقزام في السياسة الإسرائيلية وحال الوقت مع ست مقاعد أن يقوم القزم وهو قزم فعلا يعني نفتالي بنت وأن يطرد نتنياهو من شارع بلفور هذه بالنسبة لنتنياهو وصارة ويائيل أعتقد أنها كارثة بالنسبة لهم ما يحدث الآن لذلك أنا يعني أرى أن حياتنا نتنياهو السياسية يعني عمليا هو يمكن القول أنه انتهى سياسيا هل يستطيع نتنياهو أن يكون رئيسا للمعارضة بعد كل هذه الفترة من رئاسة الحكومة أنا أستبعد ذلك يعني ميكي زهر الآن تحدث أنهم يتحضرون لقيادة المعارضة يعني ماذا قد تحمل قيادة الليكود للمعارضة في إسرائيل وهل ترى بعد هذه السنوات يعني نحن نقول من السبعة وسبعين حتى اليوم يعني الليكود في الحكومة يعني هذا كيف ترى هذا التغيير عمليا هذا التغيير إذا ما نجحت هذه الحكومة بأن تستمر بين عاما ونصف إلى عامين أنا أقولها بشكل وثقة أن الليكود لن يعود إلى رئاسة الحكومة وهو سينتظر سنين طويلة لأنه خلقت في إسرائيل هذه الكتلة من اليمين والمركز واليسار ضد نتنياهو ضد حزب الليكود أنا لا أرى أي إمكانية بعودة الليكود إلى الحكم على الرغم من أن هناك عنده ما زالت شعبية نتنياهو كشخص هي كبيرة ولكن ليس الليكود إذا أتزل نتنياهو دعني أنتنياهو والأحزاب العربية والتي لها دور على ما يبدو في تشكيل أو عدم تشكيل الحكومة في إسرائيل كيف برأيك يجب أن تتصرف الأحزاب العربية ما هو السلوك السياسي المطلوب الآن يعني عمليا حزب القائمة الموحدة أعلنت أنها ستدعم هذا الاتلاف من الخارج لن تكون جزء من الاتلاف لكن لها مطالب يعني أنا لا أدري ما هي هذا المطالب يتحدثون عن قضية الإجرام في الوسط العربي وقضايا كثيرتهم المواطنة العربي والقائمة المشتركة أعلنت أنها لن تدعم مثل هذا الاتلاف خاصة إذا كان بنت طبعا الأول في رئاسة الحكومة لكن أنا باعتقادي أنه إذا كان هذا الاتلاف بحاجة إلى الصوت أو صوتين لتثبيت هذه الحكومة أعتقد أنه سيكون هناك من الأحزاب من القائمة المشتركة من سيدعم هذا الاتلاف حتى من الخارج أو بعدم التصويت الخروج من القاة هذا يعني أن الأصوات العربية بإمكانها الآن هي أن تكون الضربة القاضية لسلطة من يمين نتنياهو والليكود والأحزاب الدينية لكن على ما يبدو في أن نفتالي بنت قد أجرى اتصالات في الفترة في الساعات الأخيرة مع القائمة المشتركة ليستمع منهم أو ليحطهم على عدم التصويت ضد هذه الحكومة خلال جلسة الكنيسة أنا أعتقد أنه ليست الآن مصلحة القائمة المشتركة أن يكون لها دور في منع هذه الحكومة وبذلك تكون قد يعني عمليا هي منحة فرصة لنتنياهو اللي يعود إلى محاولة على الأقل تشكيل حكومة ثانية لذلك هو الوضع القائمة المشتركة أعتقد أنه حرج للغاية من ناحية لا يمكنهم التصويت أو دعم حكومة برئاسة نفتالي بنت ومن ناحية الأخرى ما هو أسوأ من نفتالي بنت هو بن يمين نتنياهو أنا لا أدري كيف سيتصبح نعم نحن لا نعرف من الأسوأ نتنياهو أم بنت أو نتنياهو نحن نتعامل مع أمرين صعبين جدا نحن نتعاملنا عفوا تضل لا لا نتعاملنا في العشر سنوات الأخيرة مع بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو نزع الشرعية عن كل عربي في هذه البلاد لم يفعل ذلك من قبله لا شرون ولا بيجن ولا أي رئيس حكومة قبل نتنياهو نتنياهو المحرض الأكبر في تاريخ إسرائيل على المواطنين العرب في إسرائيل هذا يعني أن ذهاب نتنياهو طبعا يعني أنا لا أعتقد أن نفتالي بنت أو غيره من أحزاب اليمين سيكونون أفضل من نتنياهو في عدة أمور لكن بكل ما يتعلق بالتحريض على العرب نتنياهو حصل على شهادة امتياز بذلك وهو ما يحدث اليوم طيب أستاذ فايز إبقى معنا سأنتقل إلى الزميلة سماح وتد والتي ستخبرنا ماذا حمل خطاب نتنياهو الذي كان أيضا منذ دقائق أهلا بك مجددا سماح هل جدد نتنياهو في خطابه أمرا ما؟ أهلا بك مريم فعليا نتنياهو الرجل الذي لا يأس ويعني خلال خطابه ذكر لأكثر من مرة أو مرتين أنه لا تزال هناك إمكانية وفرصة سانحة لإقامة حكومة يمين وهو يدعو جميع أعضاء اليمين الذين انتخبوا بأصوات اليمين على حد قوله بعدم التصويت لحكومة اليسار كما أسماها وقال أيضا أن هذه ليست حكومة وحدة وطنية كما يسمونها إنما هي حكومة خداع وحكومة خضوع قال نتنياهو ذكر في بداية حديثه أن نفتالي بانت قام بخداع الجمهور اليمين والمصوطين اليمينيين الذين صوتوا له وقال أيضا أن كل المصوطين في اليمين لم يكنوا سيصوتوا لنفتالي بانت في حال علموا أو كانوا يعرفون أنه سيدخل إلى حكومة اليسار كما يسميها نتنياهو في هذه المرحلة نحن بعد تصريحات نتنياهو وبعد تصريحات بانت الذي يذهب باتجاه حكومة معي يائر لبيد وهي حكومة مكونة من أحزاب يمينية متطرفة يمكن القول عنها يمينية متطرفة قدعون ساعر وهو المنشق عن حزب حزب الليكود يجب أن نذكر لأنه لم يستطع الوصول إلى رئاسة هذا الحزب وإلى قيادة هذا الحزب بسبب أن نتنياهو فعليا كان قد أخفق كل محاولاته في الوصول إلى قيادة هذا الحزب ونتنياهو الذي يقف اليوم أمام ثمانية أيام على الأقل لتشكيل هذه الحكومة وهو سيقوم بكل الضغوطات التي يمكن أن يفعلها وكل الأمور التي يمكن أن يقوم بها من أجل إخفاق وعدم الوصول إلى هذه الحكومة علينا أن نتذكر أن رئاسة الحكومة اليوم هي بيد ياريف ليفين وهو عضو الليكود وهو مقرب جدا من نتنياهو بحسب دستور الكنيسة عليه أن يقوم بجمع أو عقد جلسة في الهيئة العامة للكنيسة من أجل التصويت على هذه الحكومة هو مجبر بفعل ذلك خلال سبعة أيام ولكنه بحكم موجود في هذا المنصب على ما يبدو سيقوم فعليا بشتى الطرق الموجودة لديه واستعمال صلاحياته من أجل المماطلة وهو بذلك فعليا سيقوم بربح بعض الوقت من أجل استمرار فعليا هذه الضغوطات التي سيقوم بها نتنياهو من أجل عدم التصويت على هذه الحكومة التي في كل لحظة ممكن أن تسقط لأنها حكومة جدا ضعيفة يجب ذكر ذلك أيضا أن نتنياهو عاد وكرر أكثر من مرة أن بينت قام بخداع مصوتيه وأيضا ذكر الرؤساء أو الشركاء لهذه الحكومة التي يذهب باتجاهها نفتالي بينت رئيس يمينة وذكر أيضا بعض التصريحات لميراف ميخايلي ورئيسة حزب العمل وأيضا بعض التصريحات لنسان هوروفيتس وهو رئيس حزب ميرت اليساري هذه الفترة الأسبوع القادم سيكون أسبوع حافل جدا وربما نحن لا نعرف على ما يبدو بعض المفاجآت ستكون أو ربما سنكون شاهدين على هذه الحكومة خلال عام بعد عامين فعليا من الفوضى في السياسة الإسرائيلية وأخيرا على ما يبدو ستكون هناك حكومة برئاسة بنت ونفتالي بنت ويئير لبيد سنعرف بالأيام الأخيرة شكرا لك سماح وتد مرسلة قناة مساوا عودة إليك أستاذ فايز أي زعيم معارضة ممكن يكون نتنياهو؟ في دقيقة لو سمحت نتنياهو سيكون معارض لكن أنا لا أرى أي إمكانية لأن يجلس نتنياهو في الكنيسة كرئيسا للمعارضة نتنياهو في السنوات الأخيرة في 12 عام هو رئيسا للحكومة ولا يعرف كيف يتصرف كرئيسا للمعارضة أنا أرى أن إمكانية أن يترك نتنياهو الكنيسة هي أكثر إذا ما استمرت هذه الحكومة لأكثر من عام ونصف عامين سيترك نتنياهو الحياة السياسية وسيعود لربما لاحقا لكن هنا أنا أريد للأسف دهمنا الوقت أستاذ فايز شكرا لك على هذه المداخلة أستاذ فايز عباس مختص بالشأن الإسرائيلي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر